سعادة النائب زهير الخشمان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد العربي الهاشمي الأمين سعادة رئيس مجلس النواب الزميلات والزملاء النواب الكرام دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أصحاب المعالي السادة الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا ندرك في حزب الاتحاد الوطني الأردني حجم التحديات التي تواجهها حكومتكم في هذه المرحلة الحارجة من تاريخ المملكة بدءا من التحديات الاقتصادية المتراكمة إلى متطلبات تحسين البيئة الاستثمارية وصولا إلى العمل على بناء منظومة سياسية شاملة تستوعب الجميع وتؤسس لحياة ديمقراطية سليمة تلك التحديات ليست وليدة اللحظة حيث ورثتم عجزا في الموازنة من الحكومة السابقة يعكس غياب التخطيط وسوء الإدارة المسؤولية الآن تقع عليكم لتحويل هذا العجز إلى بداية جديدة من خلال سياسات اقتصادية مدروسة تعالج الأسباب لا الأعراض الشعب الأردني ينتظر منكم خطوات جريئة وقرارات عملية تنهي دوامة العز وتضعنا على طريق التنمية المستدامة دولة الرئيس ومن خلال الرئاس الجليلة إن الواقع الاقتصادي في الأردن يفرض علينا جميعا العمل بروح الفريق الواحد لإيجاد حلول خلاقة تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد فالتحديات المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة المتزايدة وصلت إلى 21.4% وفعليا تتجاوز الـ 45% عند احتساب غير المشمولين بالضمان الاجتماعي فهنا وجب علينا إغلاق جزء كبير من القطاعات للأردنيين بمعنى أردنة الوظائف لأن البطالة المرتفعة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وتؤدي إلى تزايد بالمديونية والضغوطات على القطاعات الانتاجية تتطلب تحركات عاجلة وهنا أؤكد على ضرورة توحيد السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الانتاج المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيس للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وهنا وجب التحدث عن النفقات الرئيس مالية للبلديات ومجالس المحافظات اللامركزية على الرغم من تخصيص نسبة من النفقات الرئيس مالية في كل موازنة لدعم وتنمية البلديات ومشاريع اللامركزية إلا أن هناك فجوة واضحة بين التخصيص المالي والتنفيذ الفعلي للمشاريع حيث يتم تحويل هذه المخصصات إلى نفقات جارية بدلا من استثمارها في مشاريع التنمية المخطط لها وهنا يجب على حكومتكم دولة الرئيس وضع موازنات مجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى وعدم ترحيلها لحساب الحكومة من أجل تنفيذ هذه المشاريع وأن لا تصبح فقط أحلاماً ووعود غير قابلة للتنفيذ كما أن الاستثمار في القطاعات الحيوية كتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة يعد أمراً حتمياً للخروج من دائرة الركود الاقتصادي لكن هذا الاستثمار لن يؤتي ثماره دون إصلاح جذري للبيئة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار لضمان تحقيق الاستقرار وجذب رؤوس الأموال الخارجية ومن هنا يجب علينا القول تجويد التشريعات وتوحيد المرجعيات إذ أن النظام التشريعي في الأردن يتطلب مراجعة القوانين وتوحيد الجهات المرجعية لضمان كفاءة وعدالة للنظام القانوني والإداري ولأن تعدد المرجعيات التشريعية والاختلافات في تفسير القوانين يؤديان إلى تعقيدات وصعوبات في تنفيذ السياسات والإجراءات مما يؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية والتنموية في البلاد وأيضا لا يمكننا تجاهل غياب القضاء المتخصص وهو عامل يلعب دورا كبير في معالجة العديد من القضايا وبما أننا تناولنا موضوع القضاء فإن من المهم أن نسلط الضوء على مسألة التوقيف الإداري حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من خمس آلاف حال التوقيف إداري سنويا وهو عدد مرتفع وتشير الحاجة إلى مراجعة القوانين الحالية لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين وهيبة القضاء وهنا يجب على الحكومة فتح قانون منع الجرائب الذي تم إقراره عام 1954 برغم مرور أكثر من 70 عاما على إقراره وذلك من أجل الفصل الكامل للجهاز القضائي ولضمان عدم التغول عليه دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة إن التوجيهات الملكية السامية أكدت على أهمية تحديث المنظومة السياسية لتكون شاملة وقادرة على استيعاب تطلعات كافة فئات المجتمع وهنا ننتظر في حزب الاتحاد الوطني الأردني من حكومتكم العمل على تعزيز دور الأحزاب السياسية وتهيئة المناخ المناسب للشباب للمشاركة في الحياة السياسية من خلال التحفيز وتذليل العقبات أمام فئات الشعب الأردني كافة للانتساب إلى الأحزاب السياسية والمساعدة في ترويج الفكر الحزبي بالإضافة إلى إلغاء رسوم عدم المحكومية لتسهيل الانتساب إلى الأحزاب كما أن إصلاح القطاع العام يعد أساسا للتحديث المنشود فالاختلالات الإدارية والبيروقراطية التي تثقل كاهل الدولة والمواطن تتطلب قرارات جريئة لتحسين الأداء الحكومي من خلال تبني التحول الرقمي الكامل وإعادة هيكلة المؤسسات العامة بما يتماشى مع متطلبات العصر من المفترض أنه بعد انتهاء الخدمة لأي موظف أن يتم إفساح المجال للشباب تطبيقاً لتوجيهات جلالة الملك بدلاً من العودة لعقود شراء الخدمات لنفس الأفراد مرة أخرى فيجب على حكومتكم وقف العمل وبشكل فوري لعقود شراء الخدمات لمن أتم فترة الخدمة أو من حصلوا على التقاعد من أجل إفساح الفرصة للشباب وخلق دماء جديدة قادرة على العطاء دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة أن التركيز على القضايا الاجتماعية لا يقل أهمية عن القضايا الاقتصادية والسياسية فالعدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان هي ركيزة لاستقرار المجتمع وهنا نؤكد على ضرورة إلاء التعليم اهتماما خاصا باعتباره حجر الزاوية لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل ولا بد من مراجعة السياسات التعليمية الحالية وتحديث المناهج لتواكب متطلبات سوق العمل مع التركيز على التعليم التقني والمهني من خلال تغيير نهج التعليم وإلغاء الثانوية العامة التوجيهي إلى امتحان قبول الجامع المتخصص أما بالنسبة لصندوق الطالب إذ يجب تعزيز المخصصات السنوية للصندوق وذلك لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين لأن العديد من الطلبة لا يحصلون على الدعم بسبب نقص التمويل الذي يجب أن يصل إلى 50 مليون دينار عوضاً عن 20 مليون دينار وذلك بسبب زيادة عدد المتقدمين للصندوق بالإضافة إلى ضمان أن يصل التمويل بعدالة لمنتسبية وعلينا الخروج تدريجياً من فكر التمويل لفكر دعم الطالب فقط كما أن صندوق ريادة الأعمال يتطلب نهجاً جديداً يتمثل في وضع خطة مبتكرة تسعى لتحقيق التوازن بين الدعم والتنمية إذ اقتصر دوره فقط على تقديم الدعم للمشاريع دون وجود شراكة حقيقية ومتابعة دقيقة فقد يشكل ذلك عبءاً إضافياً على خزينة الدولة ولكن من خلال تعزيز الشراكة مع أصحاب المشاريع ومتابعتها بشكل فعال يمكن تحقيق أقصى استفادة من تلك المشاريع وتحقيق تأثير اقتصادي إيجابي ومستدام لذلك يجب تحويل صندوق ريادة الأعمال من صندوق تمويل إلى صندوق شريك شأنه شأن السناديق السيادية العالمية وهذا يحسن من دورة المال لديه أما في القطاع الصحي فإن ضمان وصول الخدمات الصحية إلى كافة المواطنين خاصة إذا كافة المواطنين خاصة في المناطق النائية يتطلب وضع استراتيجيات شاملة وخطة واضحة لتحسين البنية التحتية الصحية وزيادة الكوادر الطبية المؤهلة بالإضافة إلى التأمين الصحي الشمولي لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين وذلك بإعادة تمركز المراكز الصحية الشاملة وأيضا بوجود حل جذري لمشكلة الحد الأدنى لأجور الأطباء ليتسنى لنا رفض هذا القطاع بالشباب الأردني ورفض المراكز الصحية الشاملة بعد إعادة توزيعها يجب تزويدها بالأجهزة اللازمة لوجود سوء في التوزيع ونقص حاد في الأجهزة اللازمة لإدامتها أعطي خمس دقائق كونه رئيس كتلم شمات زعلديمة فور رفعت رأسها كونه رئيس حزب تفضل كم مليا؟ ومن خلال الرئاسة الجليلة إن الأردن بالقيادته الهاشمية يظل دوما السند القوي والأقوى للقضية الفلسطينية التي أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم مرارا وتكرارا أنها القضية المركزية الأولى ليس للأردن وحده بل للعالم العربي بأسره وفي هذه المرحلة الحساسة فإن استمرار الأردن في دوره كحاضن لقضية القدس والمقدسات وحامل لواء الوصاية الهاشمية عليها يمثل دليلا واضحا على المكان المحورية التي تحتلها فلسطين في سياسات الدولة الأردنية إن حكومتكم مسترشدة بالتوجيهات الملكية مدعوة لتعزيز هذا الدور سواء من خلال المواقف السياسية الثابتة أو بالدعم العملي للشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ودعم سمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال الغاشم الذي لا يتوانى عن استهداف حقوقهم ومقدساتهم إن الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية هما درعا الوطن وحامي استقراره وقد أثبت عبر العقود دورهما المحوري في تعزيز الأمن الوطني وحماية المكتسبات وإننا نؤكد على أهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز الكفاءة وقدراتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية كما أن تضحيات أبطال الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية تعد مصدر فخر واعتزاز لكل أردني وهم رمز للوطنية والإنتماد الصادق دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة إن المواطن الأردني اليوم لم يعد يحتمل مزيدا من الوعود التي لا ترى النور ولا الخطط التي تبقى حبيسة الأدراج الأردنيون يأنون تحت وطأة الضغوط الاقتصادية الخانقة جيوبهم فارغة بسبب الضرائب والغلاء آمالهم أرهقتها البطالة وقلة الفرص هذا المواطن الذي أثبت عبر عقود طويلة وفاءه لوطنه وصبره على الشداد يشعر اليوم أنه وحده يدفع الثمن بينما تتكدس الملفات دون حلول حقيقية المواطن الأردني دولة الرئيس يريد عدالة تنصفه يريد أن يرى حكومته تقف معه لا عليه يريد من حكومته أن تكون عونا وسند لا عب أن يثقله المواطن الذي يستقف في طوابير الخبز ويواجه يومه بعب أفاتورة الكهرباء والماء ويبحث عن مستقبل كريم لأبنائه في ظل تعليم يتراجع وسحة تتردى إن كنتم بالفعل دولة الرئيس تريدون الإصلاح والتغيير فابدأوا حيث يجب أن يبدأ فابدأوا حيث يجب أن يبدأ الإصلاح يجب أن يبدأ من دولتكم ومن شخصكم الكريم واسمحوا لي وحكومتكم الجليلة والأعيان الكرام ونحن النواب بتقليص هذه الرواتب الكبيرة والسيارات الفارهة والتأمين الصحي المميز ومخصصات السفر ورواتب مستشارين توزع وتكاليف واضحة للعيان ومن هنا نقنع المواطن بنا ونعيد الثقة التي للأسف تنهار شيئاً فشيئاً أي أفعال لا أقوال كم من الحكومات السابقة أطلقت وعوداً لكن دون التنفيذ فكيف يمكنهم الوثوق بخطابات تفتقر إلى الوضوح والرؤية ولكن بانتظار التنفيذ نسأل الله تعالى أن يوافقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن الغالي تحت ظل قيادة سيدي ومولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله